إن كنت تمتلك مدونة أو موقع وأردت مرة من المرات أن تنشر موقعك في الفيسبوك لجلب الزيارات والحصول على أكثر الأرباح ووجدت فجأة للأسف أن موقعك محظور من الفيسبوك فتريد أن تفك هذا الحظر وتثبت للفيسبوك أن الموقع الخاص بك هو موقع موثوق لا يحتوي على أي سبام أو أي مشاكل ففي هذه الحلقة سأريكم بسرعة كيف ستتمكنون من حل هذه المشكلة وكيف ستنشرون مواقعكم بأمان في الفيسبوك السلام عليكم أصدقاء الرائعون اليوم في درس سريع سنحل فيه مشكلة النشر في الفيسبوك وخاصة هناك العديد من المواقع الرائعة وأنا شخصيا بحثت عن حل هذا المشكل بعد أن عانى منه أحد أصدقائي وهو الأخ محمد كابور يعني كان له موقع رأى جدا والأسف قام الفيسبوك بحظره فبحثت عن حل لهذا المشكل وللأسف لم أجد الحل فبحثت أكثر في منتديات أجنبية وقمت بالتجريب بنفسي إلى أن وجدت الطريقة طبعا أنت عندما تضع الرابط الخاص بك سيقول لك أن الرابط محظور ما ستفعله هو أنك ستثبت للفيسبوك أن الموقع الخاص بك موثوق عن طريق تعريفه في الفيسبوك كيف ذلك؟ أولا ستدخل إلى البيزنس ماناجر ثم ستختار براند أنت سافيتي ثم ستختار دومينز ربما أنت قبل أن تشاهد الدرس ستقول لي أن المشكل في بلوجر هو فالذلك الفايل لا يوجد مكان لوضعك فسأريك الطريقة هنا سأقوم بإهار المواقع الخاصة بي التي قمت بتفعيلها لاحقا وهي مواقع أي أني يمكن أن أنشرها في الفيسبوك بأمان بدون أي مشاكل فيعني أنت عند الضغط على أد ستقوم بإضافة الدومين الخاص بك سنعمل هنا على الدومين الخاص بصديقي أكرم برو أقوم بنسخ الدومين ثم أضعه هنا ثم أضغط على الدومين هنا يريد الدومين طبعا بدون ال-W أو هذه العلامات فقط بالاسم ممتاز بعد إضافته يطلب مني هذه المعلومات للتأكد أني صاحب ذلك الدومين سواء عن طريق ال-DNS verification أو الفايل الخاص به فلو موقعك مثلا على ال-WordPress فأكيد أنت لا تجد مشاكل لماذا؟ لأنك ستقوم بالضغط على هذه الأيقونة سيمكنك من الحصول على HTML فايل ستأخذه ثم سترفعه مباشرة إلى الاستضافة الخاصة بك ثم ستضغط على verify وهو أسهل شيء والمواقع بصفة عامة سواء كانت على ال-WordPress على جملة على أي شيء يعني أو حتى مواقع عادية يعني رفع ال-HTML فايل على الاستضافة فيمكنك تفعيله ولكن المشكلة هنا بالنسبة للأخوة الذين يعملون على بلوجر نعلم جيدا أن بلوجر لا يمكن من رفع ملفات لأنه بلوجر يعني يمكن أن نقول أنه static website فما سنفعله هو سنقوم بتفعيله بهذه الطريقة هي DNS verification هذا ما لا يقوله لك الناس هنا ستقوم بأخذ هذا الكود وستذهب إلى يعني ال-DNS الخاص بك من الاستضافة التي قمت بشرائها سابقا سنضغط هنا على ال-DNS الخاص بنا سيحولنا إلى البراماتر الخاص بال-DNS ما سنفعله هنا سنقوم بإضافة ال-DNS جديد وهنا سنضع text وهنا سنضع alt وهنا سنضع الكود كاملا الخاص بما أخذناه من الفيسبوك هذه نتركها مكانها ثم سنضغط على save يعني طريقة سهلة جدا يعني أدخل على ال-DNS الخاص بك وضع هذه المعلومات كما بيانت منذ قليل الآن أعود إلى ال-Business Manager وإلى نفس المكان الذي استعملته سابقا لتفعيل الدومين وإظهاره للفيسبوك كما تلاحظ هنا فقط ملاحظة يمكن أن تأخذ هذه العملية لغاية 72 ساعة لا يأتيني أحد في التعليقات ويقول لي لم تعمل معي يمكن أن تصبر إلى ثلاثة أيام أحيانا سريعة وأحيانا أكثر فبعد أن تفعل ذلك ستضغط على verify للتأكد من الدومين الخاص بك وبذلك يمكنك نشره عبر الفيسبوك طبعا كل الروابط التي تحتاجها ستجدها أسفل في description سأقوم بإنشاء مقال كامل إن شاء الله فيه كل الروابط التي تحتاجونها وكما قلت يعني يكفي الضغط على verify وكما تلاحظ أصبح الدومين verify يعني ببساطة إن كان موقعك سابقا غير مقبول من الفيسبوك فبعد مدة أو أحيانا مباشرة يكفي أن تقوم بنشره على الفيسبوك سأضغط على publish وكما تلاحظ الدومين لم يعد محظور من الفيسبوك يمكنك نشره بأمان بدون مشاكل يعني هذه الطريقة كما قلنا تعمل في كل الدومينات سواء كان موقعك على wordpress على جومل أو غيره وخاصة الأخوة مستعملين بلوجر يعني كانت هي أكبر مشكلة لديهم حاليا هذا هو الحل والفيسبوك بهذه الطريقة سيرفع الحظر عن موقعك لأنه موقعك موثوق وقام الفيسبوك بعمل validate له شكرا لكل من تابع هذا الدرس شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته